بداية حديثنا وبداية نهارنا مع كهن رعية مارلياس خربة أنفار الأب ويسام أبو ناصر تحت نحكي عن موضوعنا الأبرز اليوم اللي هو تسكر الموتى أهلا وسهلا فيك أبونا سلام المسيح معي ومع المشاهدين أهلا وسهلا فيك طبعا اليوم مع قرب هذا العيد تسكر الموتى بتكتر العادات اللي بتتحضر بهذا نهار في منهم بعيدوا الهالوين برا في غيرها من العادات العالمية اللي بتتخذ ضمن إطار هذا نهار وإنما بلبنان عنا هذا النهار هو منتذكر أموتنا وفيه كمان صلوات ترفع لهذه المناسبة وفيه كمان أيضا هيك زهور وزيارة المدافن بهذا نهار خصيصا عند الناس اللي هيك أقرباء وغيرها خبرنا بداية أبونا قبل ما نوصل لهذا التسكر وهذا نهار بالذات ليش تم تحديده بهذا نهار هلأ أموتنا وين؟ يعني كيف معقولة نقدر نحنا نفكر نحنا وقاعدين ببيوتنا نقدر نصليلون للأنفس المطهرية وغيرها وغيرها من المواضيع؟ أول شي بصبح عليك وعلى كل المشاهدين وبشكرك وبشكر محطة نور ساد على الاستضافة الدايمة نحنا بأول تشرين تاني عنا عيد جميع الأديسين وباثنين تشرين تاني تذكار الموتى المؤمن بالمبدأ تاريخيا ابتدى الأديس أوديلون سنة 998 بتذكار الموتى وثبتوا من بعد كتذكار ساد بالدائم سنوي البابا بونيفاسيوس من وقته عم نحكي تقريبا من ألف سنة لليوم هايدي الدات تنين تشرين تاني منصلي لراحة نفس موتنا ومش بس منتذكرهم نحنا منتذكرهم كل تاكة وكل ساعة إنما الموعد هو للصلاة لراحة نفس أموتنا وتحاربت إذا بدك موضوع الصلاة لراحة نفس الموتى كتير وحتى اليوم وبتسمع أصوات كتير بتقول إنه لما نصلي للميت ما هو دجاء أخذ السلة تبعيته معه إما بتحسب للخير إما بيروح للأصاص بالوقت اللي الكنيسة بهالموضوع حددت شي بتسمى دوغم عقائد العقائدة هي ملزمة لأبناء الكنيسة والعقائدة ما بتجي من فراغ العقائدة بتجي من مجامع بيجتمعوا قبائل الكنيسة ومن بعد الصلاة والتأمل وإلهام الروح للأدس بيوجهوا الكنيسة بموجب عقائدة بتقوله نعملوا هاك صلوا هاك هوجمت الكنيسة بتلات مجامع بالمبدأ من كان مجمع ليون أو مجمع فلورانس أو مجمع تريدانتيني ترانت يعني اللي ثبت العقائدة المطهر مثل ما تفضلتي وحكيتي وجود موتانة في المطهر بعض الكنيسة الأخرى يا إخوانا المسيحية حنقول يعني تهموا الكنيسة الكاتوليكية أنه الكاتوليك هن بيصلوا لراحة نفس الموتى مشين طلعوا مصاري يعني بتدفعي حسنة مشين الميت يخلص نوع من الكلام تجارة 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 اعتبروها تجارة ولا اليوم في بعض الأصوات أو الأبواء بيحكوا بهالمنطق هيدا هلا أنا شخصيا أبونا ويسام بقول لأبناء رعيتي وأبناء البقاء الغربي اللي بحب يصلي عندي اللي راحت نفس موتى ما بدي مصاري هون هيدا شلنا هيدا العزر نهائيا من هون ورايح خلينا نفتش على موضوع الصلاة شو أساسه لموتانا يمكن أنه بتلاقي أنه تفتحي لي مجال صغير بس لأنه هيدا بيتمهده بيتمهده بحديث لهوتي صغير أول شي منبلش بالخلق بكتاب سفر التكوين فيه روايتين للخلق مش رواية واحدة أول واحدة بتقول أنه الله خلق آدم لحاله وتركه نيم لما لقيل حاله بالليل صاحب ضلع النضلع وعمل منه حو نعم وهون سر الزواج اللي حكي عنه يسوع المسيح بإنجيل متى قال لا يفرق بينهما إلا الموت إذا بدي فسر سر الزواج فسره بكلمة واحدة إنه هتضلع عمرت دمحل هلأ ما بتحبه لأك مش أنا هيكي لا يفرق بينهما إلا الموت هي بتفسير بسيط رواية تانية بتقول إنه الرب أخد تراب وجبل ونفخ فيه من روح التسلسل للخلق بالأول أخد تراب واحد تراب اتنين جبل يعني حط سائل تجبل طبعا واحد تراب اتنين سائل تلاتة نفخ فيه من روحه يعني تركيب الإنسان بالخلق واحد تراب اتنين سائل تلاتة روح الرب تصار حي لما منطلع منشوف كيف بيموت الإنسان هات تصديقا لصحة الروية بيقولوا بالأول طلعت روحه لما بيموت الإنسان أول شي بيصير طلعت روحه هاي أول شغلة يعني تلاتة الروح اللي نفخت بالآخر طلعت الروح يعني من نحكي أنه التفكيك هو عكس التركيب إذا بدك بالعلم العسكر بس تروح الروح بس تروح على الجبل راحت الروح مات الإنسان بطل في حياة بعد فترة بيروح السائل اتنين ويعود إلى التراب أهلا يسوع المسيح اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب طالع يعني هاي تأكيدا على صحة رواية الخلق هديك يعني منطقية أكتر من الضلع نيناتا منطقيين يعني يسوع أكد على التاني بالضلع بالزواج أكد أنه نحنا بهالموضوع إذا بدك نحكي مرة تانية بس عم نحكي نحنا بتذكار الموتى إن كان تراب أول عنصر هو مخلوق إن كان سائل هو مخلوق العنصر الثالث هو من الخالق لا يزول ما بيفنى هل يتراب بالخالق في شي بيفنى إذا عنا هالإيمان نحنا بأبدية الخالق كل ما ينتمي للخالق من شخصه من حالته ما لازم يفنى لازم يكون مثله العنصر الثالث الأساسي اللي بيعطي حياة هو العنصر الأبدي هو ديك عناصر تزول طراب ما روح اللي نفخها فيها اللي بتتبقى مشان هيك أبديت الروح موجودة بالخالق عنصره الثالث هو بيأكد أبديت الروح هون تأكيدا على صلاتنا للأموات يعني عادة ديما بنتذكر أمواتنا اللي هي بتكون قريبة قريبة الوقت لأقربائنا ولموتهم ولهو دي اللي ماتوا من مئة سنة ومن مئتان سنة هوا يننهي طيب هاي بسموها نعمت ومين بتذكرهم يعني هلا أكيد ترفع صلات لتذكر كل الموتى بس إنه مين بتذكروا هل هنه وين موجودين ناطرين وين رح أصلك لهذه النقطة بالتحديد هايدي بين المزدوجين بسموها لألنا نحنا اللي بيموت عنا بسموه نعمة رب يعطينا ياها هي النسيان يعني نعمة صح هاي نعمة هايدي بسفر المكابيين التاني يلي هو أقرب إلى سفر الخروج بالفصل 12 يهوزا كان قائد نبيه العظيم يعني بيحربوا يلي كان قائد للجيش بيقتل معه عسكر كتير وكانت قضيتهم قضية مؤدسة لحماية الهيكل وحماية الوجود اليهودي بعد جمع ألفين من الفضة ألفين درهم أو دينار من الفضة ووديهم لأوري شليم تيقدموا زبيحة عن القتلى الشهداء لاستشهدوا معهم لإيمانوا بالحياة التانية بعدهم هاي بسفر المكابيين التاني يلي هن ملتصقين التصاق كتير قوي إذا بدك بسفر الخروج بأول خمس كتب مؤدسة من الأسفر يعني بيقامنوا بهالفكرة موجود عندهم هيدا الإيمان بالحياة التانية وحياة ما بعد الموت يهوزا نبيل القائد العظيم بعد ألفين درهم لا أوري شليم ليرفعوا الزبيحة عن شهداء مشان هودول الشهداء للحياة الأبدي هون بنفوت بمفهوم الزبيحة لمغفرة الخطايا مفهوم الزبيحة عند اليهود دائما موجود كان تقدم لمغفرة الخطايا والخطايا كانت أسارة جسديا بيني عن الناس يعني اللي كان يصاب بالبرس بيعتبره كان من وراء خطياء الرب أصابوا بالبرس طبع الإصابات اللي كانت عاقر بتعتبر أنه هي عاقر من وراء خطاياها الرب أصاب بالعقم مشان هيك وقت اللي حبلت بيوحنا بتقول هي الرب رفع العار عني مش أعطاني إمكانية الولادة أو التخليف رفع عار شو خاص العار بالحمل بيرطوم بانه مشان هيك رفع الزبيحة بالنسبة لليهود هي للرب إذا قبلها بيشفى الخاطئ من أمراضه أو الشفاء هو دليل قبول الرب للزبيحة والأمراض هي نتيجة الخطيئة كرمال هيك بحالة الحياة المريض عب يرفع له زبيحة بيشفى إذا الرب قبل الزبيحة يهوز النبيل بعد ألفين درهم لينزبح لراحة نفس الموتة اللي قتلوا معه الشهداء إذن خطياهم مرفقتهم إلى مطرح مهنة رايحين مشان هيك يعب يطلب الصلاة والزبيحة بعالم هيدا وبعالم الآخرة بنتقل للعهد الجديد حتى مؤثر المسافة بالوقت بس مجرد من عملت الزبيحة تعتبر الخطايا راحة الرب بده يقبله وكيف بنعرف إذا الرب قبله وسلطلك للعهد الجديد الرب نفسه لتجسد بالعهد الجديد قدم نفسه هو زبيحة عن خطيانة نعم أكتر من هيك قبول ما فيه بالعشة السري بيقول بمتى تنحكي ما هو بثلاثة أناجيل موجودة كسر الخبز وبارك بارك وكسر وقاله نخذوا كله هذا جسدي وعطاهن الخمر وشرب قال اشربوا هذه الكأس لمغفرة الخطايا حدد بكلمته لمغفرة الخطايا كل ما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس اصنعوا ذكري حتى مجيئ اللي بده يفوت على التفسير السطحي لإصنعوا ذكري يعني أنه عم نتذكره وبيكسره بيقلك اوكي تذكرنا أنه يسوع ماتو أم برسي جيزي ما بعرف شو لا هي صناعة ذكرة عند اليهود مش بس لنتذكر بسفر الخروج وقت للرب ضهرهم من أرض العبودية إلى أرض المعاد بالفصح قال لهم بتجيبوا حمل بعده صغير لا عيبة فيه ذكر بتتبحوه وبتنضحوا بدموا الأبواب وبتاكلوه وبترجعوا بتعيدوا صناعة الفصح صناعة الخلاص اللي عملكم يا الرب اصنعوا ذكري الخلاص اللي ظهركم فيه الرب من أرض العبودية لأرض البعاد كيف كانوا ولا يزالون اليهود بيعملوا صناعة الزكرة لحد هلأ بس يوصل الفصح بيرجعوا بيلبسوا بشدوا بيجريهم أجلي وبيحطوا طيابهم على ظهرهم وبيلبسوا كل الطياب اللي كانوا يلبسوها وبيمشوا مش بيتذكروا بعيدوا صناعة الزكرة صناعة الزكرة يعني إعادة الحدث متل ما عملتوا وقت لضهرتكم لما الرب قال لهم لتلميزوا اصنعوا ذكري عبقلوا نعيدوا ها الحدث اللي عبعملوا هلأ نفسه مش تذكروني نعم لأنه تفكير يهودي عم بيحكي هو منقض كمل الرب يسوع مشان هيك هاي الزبيحة بواسطة الرسل ومنهم إلى البطاركي والأساقفي والكهني ووضع اليد من مار مطرس من الكهن الأول يسوع المسيح وصولا إلى اليوم هي نفسه لما الكهن على المزبح كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس اصنعوا ذكري لما الكهن بيرفع الزبيح وبيقول الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة بيكون عب يصنع الذكرة نفسه طبعا خلاص اللي صارت من ألفين سنة هي زيتا نعم لمغفرة الخطايا مغفرة الخطايا لمي إذا بنا نشوف يهوز النبيل بسفر المكابيين التاني الموتى والأحياء صحيح خصص نهار اسمه تذكار الموتى هذا سبيسيفيك لا الموتى بشأن هيك ما فينا نجي نقول نتذكر الموتى بس الله يرحمهم كانوا مناحوا حلوين بدنا نصليلهم بدنا نصليلهم السؤال اللي بيختم هون الأخير وين إني موتنا وليش في مطهر هيدا سؤال كتير ناس بيحكوا فيه هيدا المطهر عند كل التواقف المسيحية بس عند الكاتوليك وإذا بدك عند الفراعنة كان موجود قبل المسيح عند اليونان موجود بس عندنا كاتوليك هلأ كمسيحيين عند الكاتوليك فقط نعم وبيتهمونا إنه عاملين المطهر مشان نقبض مصاري تجارة يعني لراحتنا بس موتينها برجع بشدد إنه ما بدي مصاري هيدين سولنا إيها مع العلم إنه الكاهن المزبح من المزبح يعيش مش من عندي هين العهد القديم صبط لاوي يلي منه كان كل الكهنة ما عندنش أرض 11 صبط عندن أراضي إلا صبط لاوي لأنه كهنة منهم بس كيف كانوا يعيشو يقدموا الزبيحة شو كانت الزبيحة مثلا خروف عجل إذا عجل بيطلع له منه الفكين والفخزين والرئتين ما بيضل لهم شي غير لأعظام المقدمين وبيطلع له عشور كل الزرع يعيش من المزبح معلش شي عم ناخد حاس التقديس مسيطة هيني هيني هلأ نحن بالمنطق اللي عم نحكي فيه عن المطهر يلي موجود بس تسميته بالكنيسة الكاتوليكية مأخود من الكتاب المؤدس مراجعه رح أذكر مرجع واحد وهو مليء الكتاب المؤدس بالمراجع رح أذكر بمطة 12 لمن يسوع المسيح بيقول كل من قال كلمة على الآب يغفر له ومن قال كلمة على الابن يغفر له أما من جدف على الروح القدس لا يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي هيدا إذا بتعني من قال كلمة على الابن يغفر إنه فيه احتمال الغفران بعد الموت نعم إذا كانت الزبيحة اللي قدمها يسوع المسيح مرة واحدة بيحاله على الصليب كانت كافية إنه تغفر كل الخطايا ليه بده يقول يسوع المسيح من قاله يغفر فعل مضارع للمجهول يعني معنية الزبيحة دايمة ومستمرة رح أرجع لما أرجع لهوتي عند إخواننا اللي بيتهمونا بهالشي ومح أحد ضد مين نعم فيه لهوتي اسمه كارل راهنر معروف وين بيسمي الزمن اللي نحنا عايشين فيه بيقول نصم دون لديجا مي باز انكار بيحكي عن الإسكاتولوجية طب لمن ديجا تم الخلاص مي باز انكار ما وصلنا للنهاية وإذا كان أنا أعمل وأبي لا يزال يعمل وإذا كان روح القدس مساوي للأب والابن بالجوهر يعني روح القدس يعمل ما فينا نحنا نقول من ألفين سنة صار الخلاص وخلاص نقطع السطر مارسي روح القدس لا يزال يعمل بينطق بأباء الكنيسة بينطق بحضرتك بينطق فينا روح القدس هو بيوجهنا هو بدير دفة السفينة علينا نسمع ليه روح القدس بلوضال يشتغل طالما كله يا عجهنم يا عجهنم ليه كان نرتاح معناتها في مطرح معناتها في حالة معناتها بعد ما وصلنا للنهاية اللي بدو يجي فيها القدوم الثاني كل واحد بيقول إنه غير هالبفهوم بيكون عبيحكي بديينة مانا المسيحية بيعذره بس بالمسيحية ما فيك تحكي غير هاك في حالة معينة نحنا بحاجة باتصالنا بالعنصر التالتي هو الروح إن كان فيه أنا وحي أو إن كان عند الرب بعد موت ببعضنا بيلزمنا بالصلاة لأجل بعضنا نعم حتى نساعده بالخلاص بعدنا جسم واحد الكنيسة شاركة نقطة الأخيرة يلي هي بتقول إنه بحال ما هو ربنا ما فيه زمن الوقت ما قاله عايزة نحنا اللي منخضع لعامل الزمن عامل الزمن هو شغلة من الابليكيشنز اللي الرب عطانا هني اوبشن لإلنا نحنا نعيشهم واللي بيكون عايش خارج الزمن لما بتقولي أبد ما في دقيقة عدي ساعات ودقائق ما قاله لزم طالما ما بتنتهي ليه بدك تعد ساعات ودقائق شو بفي دوك طالما من الأزل للأبد شو قاله وداعي الوقت ألف و سنة في عنايك يا رب كيوم أمس لازي عبر بقول النبي دول ما قاله مطرح الوقت ما قاله معنى كايروس مش كرونوس كرونومتر نحنا اللي خادعين اللي عامل الزمن وهيدي اوبشن لإلنا هيدي عطانا يا الرب امتياز طالما عنا يعني فيها الروح تبقى ايه الروح خلق ألاف السنين من الأبد إلى الأبد مشان هيك نحنا علاقتنا بالأبد هي علاقة من هون بشو بتكون عم إذا صليتوا هيك قال الرب طب ليه بدي يصلي ليه الصلاة بتفيد إذا الرب علمني إيها لما ما بتفيد ليه الرب بدي يعلمني إيها شو قلة مطرح الصلاة بحياتي إذا ما إلي عايزة لمين عبصلي إذا ما فيه إلي شراكة بمين عبتتصل هلأ بالتفكير اللي هو تبيقسموا الجحيم لثلاث مطارح الجهنم والمطهر والينبوس هاو ثلاث مطارح بالمطهر والينبوس هاو إلن عليها معنا بجهنم نحكمه نهائي لما الرب على الصليب نزل إلى أعماق إلى أعماق الجحيم إلى أعماق جهنم إلى أعماق المطهر إلى أعماق الينبوس اللي هو محكوم حكم يلي هو عنده غفران لخطاياه شيلوا وأخذوا معه وهو بأولى بإنجيل الدينوني كل ما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار ليه أنا فعلتموه ادخلوا فرح سيدكم إليكم ملكوت الأبيان كل ما لم تفعلوه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار ليه أنا لم تفعلوه إليكم عني يا ملاعين تبهي للكلمة إلى نار الأبد يعني ما بتنتهي المعدة دي جا مقار إلى نار الأبد المعدة لمي لإبليس وملايكته هاو ما قالهن حق بالتوبة دي جا معدة وأبدية يعني آن الغفران من حالته هاو محكم طولت شوي بالفكرة بل بالعكس بشان أقولك أنه التذكار الموتى قديش مهم أساسة تصلاة اللي راحت نفس موتانا شغلة منا بس سطحية وهيك لا هي علاقة مباشرة وهي معقولة تخلص نحنا شفعاء لبعضنا البعض اليوم أنا بيجي لعند حضرتك وبقلك الله يخليكي مادام كريستين في عنا هيدا الشخص منا نعمل معه عمل خير وأنا بعرف أنه مادام كريستين مقتدرة تكرم عينك أبونا إن شاء الله الله بيقدرنا ونعمل هالعمل الخير بهالجاز البسيط أنا تشفعت لهذا الشخص اللي بده عمل خير صحيح وحضرتك قبلتي الشفاعة وعملتي عمل خير لا فتحت علي يباب إن شاء الله إن شاء الله إذا بشفاعة على مستوانا البشري مقبولة طبعا مستوى الإله ليه مش مقبولة حتى عنصر الشفاعة اللي موجود بالعهد القديم بالعهد الجديد إن كان مر اليسو وقت لي صلى لأحياء ابن الأرملي والرب استجاب لصلاته وأحياء ابن الأرملي أو إن كان بعرسقانا الجليل وقت لأمنا مريم العذرة طلعت لابن يسوع وقالت له اجعل لهم خمرا قال لما لي ولكي امرأة لم تأتي ساعة بعد مارا عادت حكيت معه هي برامة صوب الخدم وعرف إنه طلبة ما بيرد مش عادة بررت له بليز زمنهم لا خلص كلمة بقولها بك تعملها يعني أنا أمك برامة صوب الخدم وقالت له افعلوا ما يأمركم به نقطة على السطر هي شفاعة طبعا اليوم حديثنا كان كتير مهم وأساسي وهي دعوة لكل الناس إنه بي 2 تشرين إنه يكونوا كتار لحتى يصلوا للأموات ولأمواتهم كمان يعني وهيدي كمان فرصة رفع الزبيحة رفع الزبيحة كمان التحديد طبعا طبعا وما بدنا ما صار ها ما شأن أنا بدي أشكرك أبو ناسام أبو ناصر مرسي لقلك على اللقاء المميز طبعا لقاءنا الجاي بننأكد على بلشنا بهذه الحلقة اللي هو الضلع من آدم وعن الحب والزواج ولاش أعداد هالكابلز عم بيكون رايح صوب الطلاقة طبعا